عرفتك من كل شيء ظهر عرفتك مما اختفى واستتار عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار عرفتك من وطاة الحادثات ومن رقتين مثل خمل الزهر عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شهر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامج مواعظ وحديث متصل بسابقه حديث كان عن المرض رحمة وتحدثنا عن مسائل وإحكام متعددة من ذلك وهي مسألة تضافل المسائل التي تقدمت الدعاء للمريض هل جربت هذا الآمر أخي وأنت يا أيتها الفاضلة؟ هل جربنا هذا الآمر؟ يمكن جربناه مع أقرب الدوائر لنا حينما يعود الإنسان زوج أو زوجة أو ولد يدعو له لكن هل جربت أن تدعو لكل مريض؟ أي مرة تدخل عليها تدعو له وهل تعرف ما هو الدعاء المشروع عند المريض؟ هناك دعاء مشروع والدعاء عظيم وأتمنى لو كتب هذا الدعاء أتمنى يومنا الأيام كل مؤسساتنا الطبية الله يا أخواني أقول هذا الأمر وأنا أعتقد جازما بفائدة هذا الحديث المشروع أقول لو كتب لو تبنت مؤسساتنا الطبية هذا الحديث وكتبت هذا الحديث على رأسي كل سرير كل سرير موجود كل غرفة موجودة على رأسي بجانب اسم الطبيب يكتب هذا الدعاء المشروع أترون أي دعاء أقصد يقول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا والآن ما تحدث نوع المرض مرض نفسي مرض أضو مرض بسبب الحسد مرض بسبب العين مرض بسبب حادث قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضر أجله يعني هذا المرض ليس مرض الموت خلاص الذي سي موت بعده من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار يعني سبع مرات من قال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك قال عليه الصلاة والسلام إلا عافاه الله من ذلك المرض نبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في وحي الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك قال إلا عافاه الله من ذلك المرض دعونا نحي هذه السنة كلما جئت إلى مريض قل عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تضع يارك على رأسه سيجد راح عظيم هذا المريض وسيجد لهذه اليد الحانية تأثير وهو يضعها على رأسه ولا على يده ولا على موضع ألمه أسأل الله أهل العظيم رب العرش العظيم أيش فيك إذا ما كان يحفظ رفع رأسه وجد الدعاء مكتوب وهذا الذي أدعو إليه أدعو كل صاحب قرار في مؤسساتنا الطبية في كل مكان وضعوا هذا الحديث واكتبوه ونوه إليه بأكثر من لغة هذا الدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء مشروع يخبرنا أن من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض حديث آخر حيث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا عاد مريضا يقول اذهب البأس رب الناس اذهب البأس رب الناس اشفيه أن تشافي لا شفاء لا شفاء كشفاء لا يغادر سقمان اذهب البأس رب الناس اشفيه أن تشافي لا شفاء لا شفاء كشفاء لا يغادر سقمان تدعو له تقول له لا بأس طهور إن شاء الله هذه مسألة الدعاء عند المريض أيضا مشروع الدعاء للمريض مشروع والدعاء عنده مشروع والسبب أن الملائكة تؤمن على أي دعاء يقال الآن الملائكة عند المريض وهم يؤمنون يقولون آمين فكل دعوة تخرج يؤمنون عليها لذا العاقل هو الذي لا يدعو الله بخير من المرضى ممن يدخلون في جناح الطوارئ في المستشفيات الآن دخل في هذه اللحظة يدخل مريض وتأتي الأم أو يأتي الأب ثم يدعو على نفسه بالويل والثبور أو يدعو على المريض يدعو عليه من حسرة ومن ضيق ومن ألم يدعو عليه يقول أنا وجهتك وقلت لك ما تخرج خرجت بدون أمري يعلك يعلك الملائكة تقول آمين عند المريض قد يتحرك الصبي ويزعج من حضر يدعو عليه أحد الحضور يدعو على صبي صغير صاحي ما في شيء يدعو عليه يبتلى بمرض والسبب الملائكة تؤمن يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في صيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريضة أو الميت يعني مرض الموت إذا حضرتم المريضة أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فيحذر الإنسان ما يقول خيرا لا تدعو لا تدعو قد يكون الإنسان في حاله من الغضب وفي حاله من الزعل ومجلسين عند المريض ثم يدعو على نفسه الله يفعل بك هذا ويفعل بك الملائكة تقول آمين فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون من المسائل أيضا أن من عاد مريضا يذكره بعدم جدوى التسخط والتذمر بعض المرضى مسكين يعني بعض المرضى مسكين بسبب طول المرض والتعب والإرهاق والجهد وفوات كثير من المصالح عليه ربما تسخط الواجب في حقي من عاده أن يبين له خطر التسخط والتذمر ويعلقه بالله سبحانه وتعالى يقول ربي تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل يقال له لا تكثر من الشكوى لأن بعض المرضى عندهم ثقافة إذا أصيب بالمرض عنده ثقافة أنك إذا أصفت بالمرض روح تشكى عند فلان وتشكى عند فلانة وتشكى عند هؤلاء تشفى من مرضك هذه ثقافة خاطئة غير صحيحة من جاء بها من قال بها فالواجب أن الإنسان ما يكثر من الشكوى نعم قد يشتكي إلى قرب الناس إليه يشتكي ألم ما يجد لولده لوالده لزوجته هذه الدوائر الصغيرة أما تكون عنده ثقافة ومعتقد أنك كلما اشتكيت تعافيت هذه ثقافة خاطئة هذا يعني أدد من المسائل المتعلقة بموضوع المرض رحمة ومسائل كثيرة في الحقيقة أكتفي بهذا القدر سائلنا مولى تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وسائر مرضى المسلمين إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفتك من مسمعي والبصر عرفتك مما وراء الشعور عرفتك من كل شيء شعار عرفتك من لامعات الأفق عرفتك من موحشات الغسق عرفتك من نفحات الفلق عرفتك من خلقك المتسق عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من أسمة في الزحار عرفتك من بسمة في الزهار عرفتك من ناميات الشجار عرفتك من حنور ونار ومهما يدر كوكب في مدار عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار